موسيقى السلام عليكم مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدن كشفت مصادر غربية عن اعتزام المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفث الإعلان عن موعد المشاورات السياسية بين الأطراف اليمنية وقالت المصادر لصحيفة الشرق الأوسط قالت أن موعد المشاورات سيتم تحديده خلال إحاطة سيقدمها مارتن لمجلس الأمن يوم الخميس المقبل يأتي هذا بعد مغادرة المبعوث الأممي صنعاء دون إحراز أي تقدم في إقناع ميليشيا الحوثي بالقبول بخطة الحديدة الأممية في هذه الحلقة من زوايا الحدث نناقش هذا الموضوع في محورين الأول فرص الأمم المتحدة في إحراز تقدم حقيقي لإطلاق مشاورات سياسية وفي المحور الثاني سنناقش المؤشرات العسكرية والميدانية المعيقة لعملية السلام إذن نهاية الأسبوع الجاري من المحتمل أن يقدم المبعوث الأممي إحاطته لمجلس الأمن حول نتائج جولاته الدبلوماسية وقد تزامنت التحركات الأممية مع تصعيد عسكري من قبل ميليشيا الحوثي هددت فيه حركة الملاحة الدولية وصعبت من مرور ناقلات النفط السعودية في باب المندب ولم يفصح بعد عن نتائج لقاء المبعوث الأممي بزعيم ميليشيا الحوثي في الوقت الذي ما زالت فيه الشرعية تؤكد أن ميليشيا الحوثي تستخدم ميناء الحديدة منصة إرهابية وهو ما يساهم في نظرها بتقويض الحل السياسي نتابع هذا التقرير ومن ثم نبدأ نقاش مع ضيوفنا تحاول الأمم المتحدة فتح نافذة سلام في جدار الحرب وتواصل لأجل ذلك كما تحدث تحركاتها جهودها الدبلوماسية لبدء عقد مفاوضات يمنية تفضي إلى تسوية سياسية مصادر غربية كشفت لوسائل إعلام إقليمية عن عزم مارتين غريفث الإعلان عن موعد قادم للمفاوضات وقالت المصادر لصحيفة الشرق الأوسط إن المبعوث الأممي ربما يعلن عن موعد المفاوضات الخميس المقبل خلال إحاطته التي سيقدمها لمجلس الأمن ولم تفسح المصادر عن زمن محدد لكن تسريبات سابقة لصحف سعودية نسبت تصريحات لمارتين بأن موعد المفاوضات ربما يكون بعد عيد الأضحى المقبل الأعود الأممية بشان مفاوضات قادمة لم تعد مصدر ثقة الكثير من المراقبين خصوصا وأن التحركات الدبلوماسية الأممية نفسها لم تحقق أي تقدم بخصوص خطتها بشان الحديدة بل إن ميليشيا الحوثي استهدفت ناقلتين نفط سعوديتين قرب باب المندب بالتزامن مع زيارة المبعوث الأممي لصنعاه والتقائه بزعيم ميليشيا الحوثي التحركات الأممية ووعودها تاتي في ظل تصريحات عدائية بين طهران واشنطن حول مضيق هرمز واتهم الرئيس الأمريكي ترامب طهران أيضا بلعب سلوك سيين في اليمن في الوقت الذي أدان فيه الاتحاد الأوروبي استهداف السفن في البحر الأحمر المؤشرات السياسية والميدانية تشير إلى عدم قبول الميليشيا الانسحاب من ميناء الحديدة ولا حتى قدرة الشرعية والتحالف على حسم معركة الحديدة عسكريا وطالبت السعودية بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الحيلولة دون استخدام الحوثي الحديدة كمنصة للعمليات الإرهابية لكن الأكيد أن المدنيين سيظلون فاترة المراوحة بين اللا حرب واللا سلام إذن نبدأ النقاش وأرحب بضيفي من برلين من ألمانيا المحلل السياسي دكتور علي العبسي دكتور ماسل خير أهلا بك دكتور إذن تحركات دبلوماسية حثيثة دكتور للأمم المتحدة بالتوازي مع تصعيد عسكري لميليشيا الحوثي وإصرار الشرعية على تحرير محافظة الحديدة في هذا السباق بين السياسة والحرب ما هي نتائج على الأزمة اليمنية التي ستنعكس أعتقد أن الأمم المتحدة تتجاه الواقع الموجود على الأرض أعتقد أن هناك محاولات المرغوثة الأممية المتكررة ومفاوضاته المقوقية بين صنعاء والرياض وعدن وحتى الآن منذ شهرين لم تؤدي إلى أي نتائج مثمرة لم تؤدي إلى أي حل حل للوضع ومع ذلك مستمرين في ذلك محاولة منهم لمنع عملية تحرير الحديدة لأغراض أعتقد لا أستطيع أن نقولها هل هي فعل الأغراض إنسانية حقيقية ما وراها أسباب سياسية أخرى للقوة الدولية لكن الواقع يقول أن الحرب قادمة قادمة معركة الحديدة قادمة قادمة لا مفر منها الحكومة الشرعية ودول التحارف العربي مصممة على ذلك والقرار قد تتخل الآن مسألة تأجيل القرارة النسبيا وعيدة إلى الضغوطات الأمم المتحدة التي تحاول أن هناك حل حل للوضع سياسيا أن هناك حل قادم ورغم أن الواقع ونتائجهم بأحدث لا تقول بذلك والنتيجة أمامنا وضع منتبس لا ندري ماذا سيؤدي أعتقد مبعوث المتحدة يحاول أن يوحب أن هناك حل حل ما هناك حل ما هناك مفاوضات قادمة رغم أن الواقع يقول أن ذلك ليس صحيحا وبالتالي أعتقد أن المؤمن المتحدة تسير في خط مغاير لما يجري على أرض الواقع وعينا منتبس ماذا سيكون رد فعل حكومة الشرعية وقوة حلف العربي طيب دكتور يعني في مصادر لصحيفة الشرق الأوسط هذه المصادر تؤكد بأن المبعوث الأممي ربما يعلن عن موعد لبدء المفاوضات السؤال هنا كيف سيذهب المبعوث الأممي لإعلان موعد لمشاورات في المقابل هناك تصلف المواقف يعني إصرار من قبل الحوثيين بعدم تسليم المدينة وبالطرف المقابل الحكومة الشرعية تشترط تسليم مدينة الحديدة والميناء يعني كيف يتعامل المبعوث الأممي مع هذا الموقف والمصادر هذه تؤكد أنه سيعلن موعد لبدء المشاورات على أي أساس أعتقد أن المبعوث الأممي يحاول أن رمي الكرة إلى ملعب الشرعية وملعب الحوثيين هو يريد أن يقول أنه يضي الجهود هو يريد أن يقول أن هناك أمل في مباحثات سياسية معينة هو يريد أن يحلل العالم والقوى الدولية والمجتمع الدولي أن هناك أمل ما يمكن من خلاله إجراء مباحثات وحل حل الأزمة اليمنية وذلك هو يخرج الأطراف وإذا أعلن عن وجود مباحثات بعد سبوع أو بعد سبوعين فيجب على الحكومة الشرعية ويجب على الطرف الآخر الحوثيين أن يعلنوا موقفا من هذه الموعد هل سيقبلون؟ هل سيرفضون؟ أنا لا أعتقد أن الحكومة الشرعية سترفض مباشرة هي ستوافق بشرط كذا وكذا والحوثيين سيوافقون بشرط كذا وكذا وبالأخير هو سيخرج مدارة في الكواليس إلى العالم سيجعل المواقف التي أبلغ بها من قبل الحكومة الشرعية ومن قبل الحوثيين سيجعلهم يقولونها للعالم أجمع وبالنسيجة سيتضح للعالم من هو المعطل من هو الذي يقف في المنحل السياسي من هو الطرف المتعنك من هو الطرف المعركل للحل وبالتالي سترك المجتمع الدولي يحكم على ذلك الطرف ولا يريد أن يصدر حكمه هو أو أن يقرر من هو الطرف المعركل هو سيترك كل الطرف يعبر عن نفسه ويعبر عن موقفه وسيجعل المجتمع الدولي يقرر بعد ذلك نعم إذن تكرم بالبقاء معي دكتور أشرك معنا في الحديث الكاتب الصحفي أحمد شوقي أحمد سينضم إلينا من تاعز سيد أحمد مساء الخير مساء النور أخي الكريم أهلا بك سيد أحمد الحديث عن موعد لبدء المفاوضات هل يأتي في إطار محاولة الأمم المتحدة تطويل الأمل بتسوية قادمة أم أن هناك مؤشرات عن مفاوضات قادمة لربما هذه المرة يعني الواضح من خلال المسلك الذي ترى فيه المبعوث الأممي خلال الشهرين الماضيين أنها فقط محاولات لجرى النفس أو تفحيل الكارثة التي تحدث الآن يعني بسبب إطارة أمد الحرب في الفديدة وأيضا يعني سقاط واجب تمارسوا الأمم المتحدة عبر المبعوث الأممي بما يقص ملف الفديدة لكن في حاجة العمر ليس هناك يعني مثلا اشتراطة واضحة من قبل الأمم المتحدة ولا تنازلات واضحة أيضا من قبل السوسيين أو حتى يعني يعني من باب من قبل المدائجة حتى الحكم الشرعية في الحقيقة هناك فقط مناورات من قبل الطرف الحوثي يعني فتح المجال بالدوانب الإنسانية والعمال الإغاثية من أجل الاستفادة من هذه المكاتب وعادت أيضا لبنى مصفوطهم وتحقيق إنجازات أي كانت سواء كانت من أجل المثال اتصال لهم بالجانب الإيراني وتوفير بعض المكانات اللوبيستية والمادية وكذلك الأموال المزورة التي تم الحديث عنها قبل أيام وسواء كانت من أجل الترتيب وضعهم إيرانيا في المعركة فبالتالي المحاولة من المدعوث الأممي يعني إعلان مؤدل المفاورات أعتقد أنها يعني قد تبوء يعني بالفشل وقد يعني تأخر هذا الفشل بسبب أنه لا أعتقد أن الحكم الشرعية تركض بشكل واضح العملية للتفارض الطرف الحوثي إلا نستفيد من قضية أنه طرف انكلابي وبالتالي هو غير مسؤول مسؤولية يعني رسمية عن مواقفه وهو يعني سيتنصل مطل بساطة مما كان قد علم من قبل من دعوةه بالتفاوض في بسم حل حلات الأوضاع الإنسانية وكذلك تقديم تنازلات من قبل الحكومة الشرعية وتوفير ضمانات من قبل دولة التحالف فيما يخص الحكومة الشرعية سيد أحمد يعني ما زالت مصر الحكومة الشرعية على تسليم الحديدة وميناءها كشرط لبدء التسوية السياسية ما تحليلك لموقف الشرعية في ضوء المتغيرات الحاصلة أعتقد أن الدبلوماتية الشرعية تفتكر بالمفردات السياسية التي كنا قد تعودنا عليها خلال المرحلة الماضية وهي الاستناد بالمرجعية الدولية والأمومية المتعلقة بالنزاح اليمن وعلى رأس ذلك القرار 2012-16 أعتقد أنه مرجعية مهمة جدا كان يجب الحكومة الشرعية أن تعزد مسألة الاستناد إليها في أي حال سياسي وهذا كان سيعفي الحكومة الشرعية من الدخول في جدل حول مسألة تسليم الميناء والمدينة أولا أم التفاوض تسليم الميناء والمدينة أولا أعتقد أن الحكومة الشرعية الآن فيما يخص الجانب السياسي والجانب الدولواتي تعاني من قصور واضح ليست قادرة على إدارة خطاب سياسي ودبلوماسي مكامل ومنتجم مع ذاته ومع طبيعة الموقف على الأرض ومع طبيعة مشرعية وجودها كحكومة شرعية هي الآن تتفاوض في التفاصيل وأعتقد أن الخطأ أن تطرح التفاصيل قبل أن تشرع في بدعة المتواضات التي يجد أن تستند بالأساس إلى المرجعيات الدولية والأمومية والوطنية التي كانت تنقل بالحكومة الشرعية خلال سنوات الحرب الثلاثة نعم إذن ابقى معي سيد أحمد أعود لدكتور علي العبسي دكتور الخميس المقبل المبعوث الأممي سوف يتقدم أو يقدم إحاطة لمجالس الأمن عن نتائج جهودي في اليمن يعني ما قراءتكم لما سيقدمه المبعوث الأممي من خلال جولاته السابقة بين اليمن والرياض يعني ما هي النتائج التي سيقدمها أعتقد أنه لن يقدم شيئا مختلفا عن ما قدمه في المراسل السابقة هو سيقول أن هناك نية لدى الأطراف في إجراء مباحثات سيقول أن هناك إمكانية لحل المسألة السلمية أنه سيقول عموميا سيؤطي لتقريرنا عن العموميات وعن حسن النواية وعن الاستعداد الأطراف لحل السلمي لكنه في الواقع ليس هذا الواقع هو سيعبر عن نواية التي يكونها الأطراف والأطراف كلها جميع الأطراف تعبر عن استعدادها لحل السلمي ولكن كل واحد يضع شروطه لهذا الحل السلمي كل طرف يضع تخيلاته وتصوراته لهذا الحل السلمي هل المبعوث الأممي يعي فعلا الاختلافات الواقعة بين أطراف الأطراف في اليمن. أو هو أول مسألة فقط أول المسألة فقط هي عبارة عن محاولة لإنقاذ جهوده أو محاولة لإنقاذ جهوده الشخفية وتقديم ذلك للأمم المتحدة باعتبار أن هذا إنجاز شخص له. أعتقد أن المبعوث الأمم الآن هو يحاول أن يقدم شيئا لإثبات أن جهوده مثمرة. وأن هناك أمل للحل كنجاح شخصي له. أكثر ماهو نجاح فعلا أو هناك أمل حقيقي لحل سلمي في اليمن. نعم. سيد علي أو دكتور علي فيما يتعلق باستهداف ناقلات النفط. يعني في الوقت الذي كان يجتمع فيه المبعوث الأممي مع زعيم الميليشيا عبد الملك الحوثي لإقناعه بتسليم محافظة الحديدة والميناء. يأتي في هذه اللحظات استهداف لناقلات النفط على مضيق باب المندب وفي البحر الأحمر. ألا يعد هذا فشل للأمم المتحدة في إقناع الميليشيا بالمبادرة التي تقدمت بها؟ دعنا نعترف أولا أن الحرب لم تتوقف تماما في الحديدة. الحرب كانت مستمرة ولكن بوطيرة أوطأ بما كانت في البداية. هنا كان القطف الطيران لم يتوقف أبدا. الحوثيين لم يتوقفون أبدا عن استهداف موقع الجيش الوطني وقوات التحالف العربي. الحرب كانت مستمرة ولكنها كانت أهدا وأقل وطيرة مما كانت في البداية. هذا من ناحية. أعتقد علينا أن لا نغفل مسألة العنصر الإقليمي في الموضوع. أنا أعتقد مسألة استهداف الناقلتين السعوديتين وأيضا ادعاء الحوثيين. استهداف مطار أبوظابي يدخل أيضا ضمن عملهم كأدام أدوات السياسة الإيرانية في المنطقة. أعتقد أن إيران أرادت أن توصل رسالة من خلال الحوثيين للمجتمع الدولي والقوى الإقليمية بأنها قادرة على التأثير. بأنها لديها القدرة. ليس فقط على غلق مضيق خرمز. ولكن أيضا على غلق مضيق باب المندب. وأنها لديها قدرة على تهداف الأطراف العربية بطريقة غير مباشرة. وبذلك أعتقد الحوثيين لم يكنوا يفكرون كقوة وطنية في البداية. كما كانوا يفكرون كحليف لإيران. وكأداء من أدوات الإيران في المنطقة. وهذا كان موضحا للغاية. أما إذا أردنا تحيل السياسة الواقعة أو المنطقة يقول بأن المفترض للحوثيين الآن في هذه اللحظة أن يتجنب أي تصعيد عسكري من أجل المسؤول إلى مدينة الحديدة والذي إبعاد شبح اقتحان المدينة من قبل القوات التحالف العربي ومن قبل قوات الجيش الوطني. لكن الواقع العظي أقول بأكس ذلك. وبالنتجة أعتقد أن المسألة هي عايدة إلى النفوذ الإيراني لدى الحوثيين. أكثر ما هو قرار سياسي مستقل الحوثيين. نعم إذن ابقى معي دكتور. أذهب بسؤال لضيفي أحمد شوقي من تعز. سيد أحمد يعني المؤشرات العسكرية وأيضا التصعيد الحوثي في باب المندب. هل يصب هذا الأمر في صالح رؤية الحكومة الشرعية؟ لم أسمع السؤال بشكل جيد. يعني فيما يتعلق بالتصعيد الأخير وأيضا يعني التصعيد الحوثي تحديدا في مضيق باب المندب. هل يصب هذا في مصلحة رؤية أو في صالح رؤية الحكومة الشرعية؟ أعتقد أن الحكومة الشرعية لم تستطع كما قلت لك أن تبلور خطابة كياتية ودبلوماتية أمريك بحجم يعني حضورها الآن على الميجان وبالتالي ما يعني ما تتحدث عنه أنت الآن من استهداف للناقلات السعودية وكذلك يعني نشاط الحوثي في برد المندب وكذلك أيضا ما يتردد حول استهداف مواقع في زوجة الإمارة العربية المتحدة هو لا يصير أي استنفار عالمي لأنه هذا حكم الأمر الواقع الآن كما يتصرف الحوثيون وكذلك في المقابل القهد الدبلوماسي والقهد السياسي والقهد الميداني للطرف الآخر يرجعناه في أدنى مستوياته بالسألة نحن الآن نضعو الأممية أو الحوثين عفوا حينما يتحدثون في ما يصف قضية المشاورات فهم يتحدثون من واقع أنهم يتصرفون بهذه الطريقة وليس من واقع أنهم يتصرف بهم أن يتصرفون بشكل مختلف ليس هناك أقرار وكذلك هم متحمسون بسبب عدم موجود أي أوراق كديثة فيما يخص عمل المجتمع الدولي وضغطه على المجتمع الدولي بالمعنى من الذي يفعله المجتمع الدولي أكثر مما فعل الآن هناك حرب في اليمن وهناك حرب قائمة على المجتمع الحوثية أكثر من ذلك ماذا يمكنهم أن يفعلون لكن سيد أحمد ربما مسألة تعطيل الحسم في الساحل الغربي هو بيد الغرب وأيضا إصرارهم على عدم التقدم باتجاه محافظة الحديدة يعني الفعل الحوثي الأخير في مسألة التصعيد في مضيق باب المندب هل هذا الأمر يخدم في صالح أخذ الموافقة بتحرير هذه المحافظة وأيضا الميناء وهذه هي الرؤية التي تأتي في صالح مطلب الحكومة الشرعية أعتقد أن الأمم المتحدة والقوة المسؤولة عليها لا تعمل بهذه الكيشية لا تعمل بشيشية ما الذي يجب أن يحدث عندما ما الذي تفنح عليه من فعل لما يتوافق معه أو يتلاهب معه الظروف القائمة يعني بمعنى آخر أن موافقة المجتمع الدول أو السناد لحيتيات منطقية لحسن المعركة الحديدة وستماح للتحالف بالتمند تعتمد على من الذي يقدمه التحالف أو ما نوع الضغط أو ما نوع التواصل الذي يمارسه التحالف والحكومة الشرعية فيما يقص القوة الغربية الكفر ما دام أن هناك يعني ليس هناك مثلا أوراق التي تنعب عليها هذه الدول للتحالف والحكومة الشرعية الثالث مهما حدث من الانتهاكات أو المجتمع الدوري مهما حدث من الانتهاكات لن يكون متحمسا لمسألة حسن المرسل الحديدة إلا كما قلت إذا اتفع مستوى المجهود الشياسي والدبلوماسي لأصراف المناورة الحسيين وأوراق الضغط التي يجب أن يقوموا بها أعتقد أن ندخل فرص ثالث ربما على يعني على اللعبة قد يصنع تقدما ما لكن في وقت الحالي مثل هذا القرار هو مرهوم من الناحية النظرية والناحية الشفية باستجابة الحسيين والحكومة الشرعية للتفاور أو على الاستجابة هما يمكن أن يستمد على أسس نظري إذا رفضوا الحسيين للتفاور حال مساركة للتحاب من المدينة والمدينة مدينة رسيكا نظرين لبرورة اجتماح للتحالف العربي والقوات الحكومية الشرعية بحكم المعركة في الحديدان نعم إذن أذهب بالسؤال للدكتور علي العبسي يعني دكتور استهداف لناقلات النفط في البحر الأحمر وأيضا تسعيد أو تهديد من قبل إيران بإغلاق مضيق هرمز والتصريحات أيضا العدائية المتبادلة ما بين واشنطن وطهران يعني هل لهذا الأمر تأثيرات على الأزمة اليمنية وعلى فرص السلام في اليمن بالتأكيد بالتأكيد اليمن تحولت أو الصرع في اليمن تحول منذ فترة طويلة من صرع محلي فقط إلى صرع محلي ذو بعض إقليمية والآن أخذ بعض دولية للأسف الشديد اليمن تحولت إلى ميدان لتصفية الحساب بين القوى الإقليمية والقوى الدولية الآن إيران تتبجح هي تبجحت بينها في طرق العاصمة صنعها وهي تدعم الحوثيين ويبدو فعلا هذا أثمر أثمر عن وجود نفوذ لديها في اليمن وبالتالي تتخدم هذا نفوذ لتحقيق مصالح في المنطقة ماذا سيكون رد فعلا للقوى الإقليمية والقوى الدولية أعتقد هذا مسألة أخرى أعتقد أنها الآن هي صحبة القرار في مسألة تحرير مدينة الحديدة هل تقرر فعلا الموضي قدما في تحرير حديدة أم لا هذا الآن نعم إذن وضحت الصورة أشكرك جزيلا دكتور علي العبسي محلل سياسي كنت معنا من برلين وأعود لضيفي أحمد شوقي سيد أحمد البعض يطرح بأن جهود الأمم المتحدة لم تنجح سوى في إطالة الأزمة تحديدا في محافظة الحديدة وأوقفت الحسم العسكري تماما ولم تقنع الحوثي مما تسبب في إطالة الأزمة وزيادة معاناة المدنيين في هذه المدينة نعم هذا أمر واقع الآن وليس يعني بالرد حديد فعابر لأن معركة الحديدة أخذت وقت أقوى من النازم وأي محاولات حالية للحسم والحسم السريع بالذات تكلف الكثير من الخسائر البشرية والمادية في مدينة الحديدة وكذلك الميناء أيضا الميليشيات استفادت من الوقت في إعادة تموضع قواتها على الميدان كذلك استفادت من الوقت في حالة بعض المشكلات التي كانت تتعلق فيما يخص الدعم المادي واللوجستي والبشر كذلك لميليشياتها في جبهة في منطقة الساحل ومحافظة الحديدة لغمت المدينة بالألغام والمتفجرات والخناتق إذن وضع الميليشيات يوم بشكل أفضل مما كان قبل شهرين كذلك الحكومة الشرعية والتحالف أصبحوا مكبلين بهذه الدعوات الأممية والضغوطة الأممية التي تمارس عليهم أيضا المسألة الجاهزية والقدرة بداء الحكومة الشرعية والتحالف أصبحت محال نظر في حسن المعركة في وقت تصير خصوصا وأن هناك أحاديث حول مسألة ترتيب وتنظيم موضاع القوات المقاتلة في ساحل وفي تقوم الحديدة ثلاثة المسألة الثانية الآن استثعت ومستوى مزوح مرتفع وربما نحتاج للتدخل الثاني عاقل في الحديدة والمناطق الأخرى التي فيها ناجحين من حفظة الحديدة سيد أحمد إذا أتينا للحديث عن العوامل الحقيقية المعيقة لعملية السلام في اليمن هل ميليشيا الحوثي فقط هي المعيقة أم أن هناك البعض يرى أن عدم جدية التحالف في حسم المعركة أيضا عامل مساهم يبدو أن هناك قدر من مثلا الروية وحسار ربما نسميها التردد لدى قوة التحالف في مسار الاتخاذ إجراء انفرادية وإجراء أرحادية وإجراء غير مستند إلى موافقة دولية في مسار حسن المعركة في الساحر الغربي وأيضا هناك مصاعب أخرى ربما تتتعلق بالتنسيق فيما بين القوى القائدة للقوات الميدانية في دوع للساحر الغربي أعتقد أن هناك مسألة للتنسيق السياسي التي تتجلب أن تحدث بشكل كامل وأن تتمكن عنها قرارات نهائية في مسار حسن المعركة وكذلك فيما يقص الدولي الدبلوماسي ليس هناك تنسيق دبلوماسي قوي وفاعل واضح بين قوات التحالف بين دول التحالف وكذلك ما بين الشكومة الشرعية ودول التحالف بما يخص معركة الحديدة بالتالي هذا الارتبات السياسي القائم وكذلك الارتبات الميداني البخير الذي حدث هذا الفترة الماضية يجعل القدرة على حسن المعركة محل النظر وكذلك بما يخص العامل الإنساني يظلع دورا كبيرا سفاقمة الأزمة الإنسانية وفي الأخير أعتقد أنه يجب أن تمارك دول التحالف العربي والحكومة الشرعية دورا دبلوماسيين والسياسيين أقوى على المجتمع الدولي كذلك يجب أن يشتغلوا على عدد من الأوراق التي تكشف الغطرة عن الميليشيات السياسية وعن دورها في هذه المعركة الدعوات الأخيرة للمبعثة الأممي يعني ننتظر نحن الموظف تترقب عنه إذا كانت الميليشيات استقابت لهذه الدعوات فهذا سيكون هدف في مرمى التحالف العربي وسيكون الآن النقاش حول نثرة ما هو أولا تسليم المدينة والميناء أم التفاوض في تسليم المدينة والميناء وكذلك موقف الحكومة الشرعية دورماسي كما قمتلك إذا تم تقلوه بشكل الأسلام قد يخفر من تأثير التي تحجزه الميليشيات في المجتمع الدولي من ناحية الإعلامية والسياسية نعم نعم إذن أشكرك جزيلا الكاتب الصحفي أحمد شوقي أحمد في نهاية هذه الحلقة وأيضا مشاهدين في الختام أشكر ضيفي من برلين المحلل السياسي الدكتور علي العبسي وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات معد هذه الحلقة الزميل ماهر أبو المجد وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل حتى نلتقيكم في حلقة قادمة أترككم في رعاية الله اشتركوا في القناة